دي لازم يكون الفطفادة موضوعية مش خطف أشخاص لأن لو في النص أدنت أو قلت رأيي مش لطيف أنا ممكن بعد شوية أنا هديت لكن أعثرت الطرف اللي بيسمع الحوار مني وما بقاش مبسوط بالله أنا قلت فلازم أبص في الحتة دي أن أنا بتكلم فطفادة تكون موضوعية لموضوع مدايقني مش كلام على شخص أنا زعلان منه لو زعلان محتاج أرجع أنا زعلان منه ليه وبتدي دي محتاجة اعتراف مش محتاجة فطفادة أيوة صح طيب قبل ما نختم بيبونا كده السنة وبداية سنة جديدة وعايزين نتكلم مش في النقاط السلبية نتكلم سريعا في نقاط إيجابية ونقعد برضو مع نفسنا القعدة بتاعت كل السنة ونقول أنا عملت إيجابي فنيدي نفسنا طاقة أننا هنعملها ونكملها ونزودها السنة الجديدة طبعا أنا أشكرك على السؤال ده لأن فعلا إحنا دايما بنجلد نفسنا جدا وسهل جدا أطلع أخطائي وأجلد نفسي بيهم لكن حلو أن الواحد يعني ناخد الآية على بعضها كتاب مقدس يقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدني يمكن يكون كلامي سبب بركة الحياتي حلو أن الإنسان عايز يتكلم كلام إيجابي أولا ياريت يكون كلامي كلام بناء إحنا افتقدنا في البيت كلام التشجيع افتقدنا كلمة من فضلك وفتقدنا كلمة تسلم إيديك أو تسلم إيديكي أو افتقدنا كلمة شكرا كلام بسيط جدا ولكن افتقدناه ممكن نرجعه بسهولة جدا طبعا يعني في البداية الطرف الآخر اللي معي في البيت بيستغرب نعم من إمتى بتقول كده معلش شوي هنتعود حاجة تانية استخدام الكلام ربنا أنا عايز أقول أنني عايز أستخدمه وأن الناس لحظوا حدين بقى يستخدم ساعات لتبكيت الآخرين لأ أنا محتاج أولا أبكت نفسي بي وأقوله نفسي أولا يعني أنا أحب وأنا بوعظ الوعظة أخدها الروحي الأول وأنا بعلم حد أعلم نفسي الأول لأن كتير جدا من ناس متدينة أو محسوبة أنها متدينة بتكون سبب نفور باقي أفراد الأسرة لأنه بيقول كلام حلو قوي قوي ولكن تصرفاته لا تعكس ده تمام فبيقول أنا مش عايز أبقى زي ماما أو عايز أبقى زي بابا اللي دايما يعمل كده حلو في الحوار بيني وبين الآخر أو في متدائق من حد أن أنا أبدل الأدوار أحط نفسي مكانه وإيه اللي خليه يعمل كده إيه اللي خليه تصرف كده حلو أن يقدم عذر يمكن يكون تعبان يمكن يكون دلوقتي مش في المود يمكن تعرض لظرف معين حلو أن أنا حتى لهو شخص مؤتعب هو شخص أنا بتعامل معه باستمرار المانع أن أنا أقبله زي ما هو بيكون لطيف أن أنا لو حطيت كل ده حقدر أعمل أقدم العذر خد يبالك المسيح هو على الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه وملتمس العذر البشرية لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون إذا قدرت أعمل كده أعتقد الكلام هيكون إيجابي وحتى لو عتبت حد لأني مش دايماً ببكته بالعكس فيه وقت ما يشجعوا فيه هيسمع مني وهيكون هيوها صح